اليوم إسرائيل ليست مسؤولة عن العرب إذا تقدموا أو تأخروا العرب هم مسؤولون عن أنفسهم العرب هم من يبنون أنفسهم وهم من ينهضون وهم من يحققون أنفسهم النهضة يمكن للعرب أن يستفيدوا من الخبرات الإسرائيلية الطويلة لأننا اليوم إذا ما نظرنا إلى إسرائيل كدولة متقدمة علينا أن نسأل أنفسنا لماذا تفوق اليهود أو تفوقت إسرائيل